اشتركوا في القناة 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 وبتشاجر معاه لكن هو في الحياة مش صديقي هذه الرؤية تدل على حدوث خلافات بينكما ومع شديد الاسف رؤية البنت العزباء انها تتشاجر مع شخص مجهول هذه الرؤية ومع شديد الاسف تدل على سماع اخبار سيئة في الفترة المقبلة رؤية الشجار مع صديق ولكن هذا الصديق في الحقيقة وهو ميت هذه الرؤية حينما ارى الصديق انه يتشاجر معي وكان هذا الصديق اللي هو في الحقيقة ميت لكنه بتشاجر معاه في المنام كمان غضبان هذه الرؤية تدل على بعض المشاكل والعقبات والصعاب التي سوف تقابلك في حياتك رؤية المرأة المتزوجة الشجار مع اهل الزوج بالله عليكم نقف هنا شوي هنا الرؤية دي بداية معظم المرأة معظم النساء المتزوجة المرأة المتزوجة يعني معظم النساء اللي يشوف الرؤية دي حديث نفس ليه لان احيانا من الممكن ان المرأة تكون عندها بعض المشاكل مع اهل زوجها فتشوف الرؤية دي وكأنها تنتقم لنفسها في عالم الاحلام واخدم بالكم من الكلام لكن من الممكن ان دي ما تبقاش حديث نفس لبعض الاشخاص يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اتعامل مع الرؤية انها حديث نفس واتعامل مع هذه الرؤية انها بالفعل رؤية وليست حديث نفس لكن بصفة عامة الحلم ده بيكون حديث نفس ان فيه مشاكل بينها وما بين اهل زوجها فبتحاول تنتصر لنفسها في عالم الاحلام طيب ما هيش حديث نفس معناها ايه هذه الرؤية احيانا تدل على بعض المشاكل بالفعل في الحقيقة سوف تقع بينها وبين اهل زوجها فريق ثالث او معنى ثالث طبعا احنا قلنا حديث نفس الحالة التانية اللي هي بتقول ان هي من الممكن ان هي تكون بالفعل ان في مشاكلها تعمى بينها لا فريق ثالث قال بقى ايه قال هي بالفعل لا تحب اهل زوجها في الحقيقة لها يحصل خلافات ما بينها وما بينهم في الحقيقة ولا ان هي بتنتصر لنفسها في قضية الاحلام لكن الرؤية دي بتدل على ان هي بالفعل من جواها ما بتحبهمش تدلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته